بالنسبة لموضوع عيوب الفدرالية هل لها عيوب؟ طبعا عيوبها كثيرة إذا لم تطبق تطبيقا صحيح من أحد العيوب أنها قد تؤدي أو بيئة خصبة للمنازعات شو معنى فدرالي؟ فدرالي في عندي أنا موزايك ثقافي عندي موزايك عرقي هذا موزايك الثقافي العرقي يحتاج إلى ضبط وسيطرة إذا لم يتم ضبطه وسيطرته ونسج حدوده فهو بيئة خصبة للمنازعات وإذا تطورت تلك المنازعات فبصراحة هو بيئة خصبة للانشقاق والتفكك فيجب أن يكون بناءه بناء صحيحا العيب الثاني ماذا تقصدون بالبناء الصحيح؟ بناء الفدرالية الصحيحة لها عدة مرتكزات الدستور مرتكز أو الدستور يكون الدستور واضحا وجميع الأقليم مشتركة في نسج ذلك الدستور هذا الدستور المركزي لا أتكلم عن دستور الأقليم دستور الأقليم خاص بكل أقليم دستور المركزي الذي يحط الإطار العام والقضايا ذات الشأن العام ويحط تخط العريضة للدولة الفدرالية الشيء الثاني الثروات يجب أن يكون هناك توزيع عادل وصريح وواضح للثروات كيف ستتوزع الثروات؟ المال، الطاقات فيها خصوبة للاقتتال بين الشعوب الموارد المالية الموارد المائية أقصد الموارد النفطية الإنمائية بيئة خصبة منزعات بين الأقليم فيجب أن تحد بضبط بدقة ما هي الثروات الشيء الثالث السلطات ما هي سلطات الأقالي ما هي سلطات حكومة المركزية يجب أن هناك شفافية وسلطات واضحة في تقسيم تلك السلطات وتوزيعها فيما بينها الشيء الأهم والخطير والركن الرابع في تطبيق الفدرالية تطبيقا صحيحا يجب أن لا تكون الأقاليم مبنية على تقسيم عرقي أو إثني أو طائفي فإذا مثلا عندي كان في منطقة بين المناطق أقليم خاص للطائفة الفلانية بجوار أقليم خاص لطائفة أخرى بجوار أقليم خاص بطائفة ثالثة وبالأساس كان هناك اقتتال طائفة بين هذه الأقاليم أو قوميات أو قوميات أو أديان مختلفة أو عرقيات أو إثنيات فهذه في تطبيق الفدرالية بدايتها بداية خاطئة يجب أن يكون تقسيم الأقاليم بناء تقسيم عرقي أو طائفي أو إثني البديل تقسيم جغرافي بغض النظر من الذي يملأ ذلك المكان الجغرافي بل يجب المنظرين والذين ينسجون الفدرالية يجب أن يقصدوا التنوع في كل قيم على حدة أخرى يتقى طائفة أو إثني على طائفة أخرى نعم نرجع إلى العيوب أحب ذا لو عدتها عندي عيب آخر نحن ذكرنا العيوب أنا بيأخصب المنازعات بيأخصب التفكك أو التشذي أو انفصال العيب الآخر الحكومة الفدرالية جهاز تتطلب جهاز إداري ضخم من أجل أول شي وضع التهيئة للفدرالية شيء ثاني من أجل ولادة الفدرالية ومن ثم مراقبة الفدرالية كي يكون سيرها سيرا صحيحا هذا يتطلب أجهزة إدارية كثيرة وبالتالي هي مكلفة من ناحية الوقت من ناحية المال من سينفق على هذه الأجهزة إدارية الضخمة والكبيرة عندها احتمالين إما الموارد الأقاليم أو الضرائب فكل الأمرين فيهم مشكلة فمكلفة من ناحية المال وأغلب الحكومات الفدرالية النظام الضريبي إلى حد ما مرتفع السبب أن يصد النقص النفقات الباهضة التي تتكبدها الدولة الفدرالية في شؤون التنظيمية هذه أهم العيوم متعلقة في ناحية الدولة يعني أثناء التأسيس من أجل أن يتناقشوا كيف سيكون يعني مشكلة بالوقت ضعت وقت اجتماعات ودفقات حتى تتأسس الفدرالية قبل التأسيس وعند التأسيس وبعد التأسيس مراقبة مراقبة وضبط ونظام ومحاسبة ولكل إقليم مجلس وزراء مجلس نواب مجالس كثيرة مجالس قضائية مجالس إدارية لكل إقليم هذا مكلف أيضا مكلف ماددي مجالس كثيرة جدا التجربة ممتعة لكنها مكلفة وكما يقال الغنم بالغنم